السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد مرور حوالي سنة ونص على فيروس كورونا كانت حصلت أكتر من 160 مليون مصاب وأكتر من 3 و 3 مليون توفوا طبعا فيه عدد أكبر من كده مش خارج الإحصائيات يا ترى إيه هو الحل؟ أحد الحلول ديت هي العودة إلى الطبيعة مرة أخرى وده اللي احنا نقشناه في الأبحاث بتاعتنا واللي شارك فيها طلبة من تمهيد ماجستير زي محمد الملاح وريم غنيم طالب دكتورة محمد الأشعل والدكتورة نيرمين يوسري مع آخرون على مستوى العالم واللي أشارنا فيه أن احنا لازم نبحث في الطبيعة عن حاجات تقوي جهاز المناعة عن حاجات تكون ضد الفيروسات لأن على مدار التاريخ سبع فيروسات كان أقوهم هو الفيروس الحالي ولي نشرف أن بعد ما الأبحاث التي اتنشرت كمان دلوقتي منظمة الصحة العالمية من فترة شجعت على أن احنا نحاول نجد علاج من الأعشاب الطبية يكون ضد فيروس كورونا وده اللي احنا حاولنا فيه من فترة وكان أكبر دليل على كده جائزة نوبل أخذتها للصينية مع الياباني عشان لقوا علاج ضد الملاريا من الأعشاب الطبية فنتمنى أن احنا كباحثين في مجال الكيمياء المنتجات الطبيعية وقسم العقاقير أن احنا نحاول في كنوز الطبيعة اللي موجودة عندنا أن احنا نجد أدوية عشان نبقى جهزين لأي حاجة تحصل ما يبقاش يحصل زي المعرضيات يارب يكون علما ينتفع به وياريت أن احنا نهتم في أكلنا وشربنا بالحاجات الطبيعية زي منتجات الناحل زيت الزيتون الطمر البصل التوم الخضروات الفواكه عصير اللمون عصير البرتقان نبعد عن الضغوط ننم مبكرا ونصحى مبكرا هو ده اللي كان بيعملوا جد وجدة وكانت صحتهم قوية جدا رغم أنهما ما كانوش متعلمين بينما دلوقت العلم الحديث لكن الأمراض أكتر والوفيات أكتر شكرا على حسن استماعكو ويا ربي زيل وبال كورونا عن العالم كله في أمان الله شكرا على حسن استماعكو